طيب نروح لأخبارنا النهاردة ونشوف أهم أخبار الأهلي في الأهلي نيوز رو طيب نهاردة مارسل كولر قرر أنه النهاردة يدي راحة للعيبة نحن نديهم راحة من التدريبات وبكرة إن شاء الله يرجع الفريق استقنف تدريباته استعدادها لمبارات الأربع المباراة المنتظرة قدام سيراميكا اللي مقدم الحقيقة سيزن كويس وهنتكلم نهاردة عن سيراميكا مع آمن رمادي لأنه الحقيقة الفريق يعني على المستوى الفردي عنده أسماء مميزة جدا 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 وعلى المستوى الجامعي الحقيقة بيلعب كرة كويسة وأهم من ده نتائجه عامل نتائج كويسة وجاي من فوز مهم جدا على متصدر البطولة ولو مؤقتا بيرامد صبعا اللي بيحتل السدارة برصيد 13 نقطة كسب بيرامد نتيجة 2-0 فبالتالي مع نوياته عالية عنده لعيبة كرة كتير فرقة محترمة معها مدير فني يعني بيحترم مجدد حقيقة عامل رمادي من مدير الفني المصريين اللي عيني عليهم دايما وبشوف دايما بيقدمي فبالتالي مباراة صعبة في توقيت مهمة محتاج منها حيات كتير قوي بالإضافة للتلاتة بنت أكيد طبعا ما فيش شك أنه أنت مش محتاج لا تتعادل ولا تخسر مش عشان حساب النقطة والنقطتين مقدور عليهم وأنا ما عنديش شك أنه الأهلي لما يوصل لمستوى كويس المنافسة أو البطولة إن شاء الله بإذن الله هتكون محسومة لصالح النادي الأهلي يبدو أنه كل الفرق عندها مشاكل لذا مالك عنده مشاكل كبيرة جدا فاللي بتنفس الأهلي على اللقب يعني مودرن عندوش نفس طويل وقعته كتير وبالتالي مع فكرة المواجهات المباشرة أعتقد أنه الأهلي فرصه كبيرة جدا في تحقيق لقب البطول نتمنى إن شاء الله بإذن الله بس أنه كيرف يبقى في الطالع لكن الأهداف الثانية أنا بشوف أنه مارسل كولر عنده أهداف كبيرة وكتير جدا الفترة اللي جاية وخصوصا أنه بعد ماتش الجونة في فترة التوقف هتمتد لحوالي 12 يوم أو 10 تيام الفترة بتاعة معسكر منتخب مصر وطني مناله التوفيق طبعا في انطلاق مشوار تصفيات كاس العالم جيبوتي ثم سيراليون القصة في إيه؟ القصة أنك بعد الرجوع من المعسكر ده تقريبا ما عندك شوقت تقريبا ما عندك شوقت الموسم ده مبتدي معكوس يعني 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 والله بكايمكم يعني ناس اللي خططت للموسم ده على مستوى البطولات والتنظيم ما عرفش بصراحة فكرت عليها أساس مفترض أنه طبيعي جدا في العالم كله منحنى الأداء بيبدأ بشكل تدريجي لغاية لما يرتفع وصولا لقمة المستوى ثم تفنيش الموسم وبعد كده نريح عشان بداية موسم جديد لكن السنة دي انت كل بطولاتك كبيرة جدا مبتدي بيها بدري بدري يعني بتاديت سوبر أفريقي دخلت سوبر ليج رايح كاس عالم بتاديت بطولة أفريقي كل ده في بداية الموسم فبالنسبة الفريق زي الأهلي مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا 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 على كل أحوال عشان كده بقول لكم أهداف ماتش سيراميكا تتخطى بكتير وبمراحل فكرة التلاتة بط عندك لعيبة محتاج تجهزة في لعيبة مدخلتش سكواد لغاية دلوقتي يعني سلية مدخلتش محتاج تجهزه سلية ورقة مهمة جدا كريم ندفد كريم ندفد أنا بشوفه واحدة من أهم الإضافات سكواد الأهلي السنة دي ماخدش في لعيبة كريستو محتاج تديله فبالتالي أنت عايز تجهز لعيبة لأنه أنت محد متولي نفس الحكاية فأنت مش عارف لما تروح كاس العالم بعد شهر من دلوقتي مين الأوراق اللي هتكون قدامك فأنت بالتالي محتاج تجهز سكواد كامل وأنت معندكش غير ماتشين في الدوري وأعتقد هيكون بعد معسكر المنتخب وفترة التوقف ماتشين تانين واحد في أفريقيا واحد في الدوري دوري أبطال أفريقيا طبعا والدوري للمصر فبالتالي الأجندة والأهداف كبيرة جدا